آخر سؤال بقى معنا في حلقة النهاردة من خلود عويز بتقول لو سمحت يا دكتور ابني عنده ست شهور والإمساج بيتكرر عنده كتير وأوقات بيعمل عادي بس ممكن أديله لبوس مرتين في الأسبوع هل ده غلط وإيه سبب ده وإيه اللي يمنع تكراره ونظرا طبعا لإيه لأن الوقت بيخلص فأقولي الإجابة بسرعة خطورة لبوس الجليسرين إنه مش بس ممكن يعمل رد فعال عكسي في سورة إسهال ولا إنه ممكن يضعف العضلات القبضة المسؤولة عن التحكم لكن كمان إنه بيدرب المخ على عدم إرسال الإشارات العصبية اللازمة لإتمام عملية التبرز بطريقة طبيعية يعني لبوس الجليسرين ده المخ يقول لك خلاص بقى اطلع أنت من الموضوع في حاجة هتساعدك حاجة خارجي خلاص طب إيه أسباب الإمساك في عمر ست شهور أول سبب هو التمسك الشديد في قوام البراس وده له أسباب زي مثلا تقديم لبن الحليب للطفل أو إن الرضاعة الصناعية نوع اللبن معين يكون مش مناسب أو نوع فيه مكونات بروتين عالية أو نقص كمية المياة اللي بنشربها للطفل بعد الرضعات يعني في مرحلة الشهر السادس مثلا لازم الطفل يشرب 50 ملي على الأقل مياه على مدار اليوم من أسباب الإمساك برضو في العمر ده تخفيف الرضعات يعني نحط مثلا رضعة اللي هي مثلا 180 ملي المفروض يتحط عليها ست مكاين لبن صناعي فنقوم إحنا نحط تلاتة بس لا ده يعمل إمساك فهمتوا قصدي؟ برضو من الأسباب بتاعة الإمساك في العمر ده ديق فتحة الشرج أو دمرها أو وجود الحديد في اللبن الصناعي أو إن الأم لو بتردع طبيعي وتكون هي بتاخد حديد ده برضو من أسباب الإمساك أنا بحاول أقول لكم بس بسرعة من الأسباب التانية وجود مثلا حالة كسل أو ارتخاء في عضلات الأمعاء والبط ودي بتكون مسؤولة عن دفع البراس في مصاره الطبيعي والحكاة دي بتحصل مثلا في حالات قصور الغدة الدرقي برضو الانسداد المعوي من الأسباب وبتالي إن أنا قلت ديق فتحة الشرج أو دمرها من الأسباب المهمة برضو الكشف الطبي الدقيق هو الطريق الوحيد لمعرفة سبب الإمساك وبالتالي علاجه وبالتالي اختفاء هذه المشكلة